تعالوا نعمل مع بعض وصفة للسينة وورق لسان وهي من الأكلات الفلسطينية اللي جدا جدا طيبة بنصحكم تجربوها فعليا اللي ما جرب لازم يجرب هاي الأكلة لأنها عن جد رهيبة طبعا تعتبر أكلة موسمية وهي من أطياب أنواع الورقيات اللي ممكن انكم تجربوها طبعا زي ما انتوا شايفين هي بتيجي عندي الورقة شوي خشنة وبيجي معها عرق بنهاية الورقة بدنا نتخلص منه قبل ما نخسلها أو قبل ما نسلكها طبعا في عندي تريك مهمة كتير بالسلق إنه أنا لازم يكون في عندي جهة مية باردة جنب المية للسلق بحيث إنه إحنا أول ما نطلع ورق الزينة من المية السخنة ننزله بالمية الباردة حتى نحافظ على اللون الأخضر اللي انتوا شايفينه أمامكم هذا التريك كتير مهم بعملية السلق لازم إنكم تعملوا حتى تحافظوا عليها طبعا زي ما حكيت لكم بظل نكرر العملية لحد ما يخلص معي كل الورق الموجود وطبعا بعد ما أطول الورق من المية الباردة بدي أنزله بالصفاي حتى أتخلص من كل السوائل مدة السلق لورق لسينة هي دقيقة مش أكتر يعني تكنت نزلوها جوة المية السخنة دقيقة مش أكتر طبعا بعد ما نخلص كل الكمية الموجودة معنا بدنا نصفيها كتير 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 منيح من المية أو السوائل اللي رح تنزل منها طبعا كمان لازم تخسلوها بس أنا هاي الخطوة ما قدرت إني أصورها بقاعد طنجرة رح أستخدم شرحات من اللية فيكم تستخدموا شرحات من اللحمة لكن باللية تطلع أتسم وأطيب بحرت اللية بالملح والفلفل ورشة من ملح الليمون بعدها بلشت أصف عليهم الورق الزيادة اللي أنا ما رح أقدر ألفه أو الورق اللي بكون رفيع بهاي الطريقة وبعدها بحط عليهم الثوم هلا لحشوة للسينة الحشوة جدا بسيطة تشبه أي حشوة للمحاشي إيش رح نستخدم فيها رح نستخدم فيها روس تايقر منقوع تقريبا لمدة نص ساعة هضيف عليها لحمة مدهنة بعدها أكيد رح أضيف بكيت من كنور بعدها نص معلقة صغيرة من ملح الليمون نص معلقة فلفل أسود نص معلقة من الكركم وكمان نص معلقة من الابهارات السبعة وهضيف عليهم تقريبا بماء قارب ست معالق من زيت الزيتون طبعا هلا بالنسبة للورق في عنا هاي الشغلة كمان لازم كتير نحملها حتى إحنا ندوب معنا العرق الموجود بالورقة أو إنه إحنا نلفهم بالطريقة الثانية اللي هي نكسم الورقة من النص ونخلي الحشوة وراء العرق طبعا العرق ما بنتخلص منه يا مندوبه بإصبعنا زي ما ورجتكم أو بنخليه بنلف بهاي الطريقة حتى تضلها معي الورقة واكفي يعني هو رح يساعدني وجوده ما بيأثره بيستوي على طول فهو بس بيساعدني حتى الورقة إنها بظلها معي واكفي زي ما إنتوا شايفين بس أهم إشي نخلي الحشوة وراء العرق الموجود بنص الورقة أو نلفهم بالطريقة الأولى اللي ورجتكم إياها بعد ما كبست العرق اللي هي مثل لفة ورق الدوالي هلا بعد هيك حطيت كمان باقي الورق اللي ضل معي بعدها حطيت باكيت من كنور ضفت عليهم عصير الليمون عصير الليمون مهم كتير يكون بمرحلة الطبخ برضه بيحافظ على اللون وبيعطي طعمة جدا طيبة نزلت المي السخنة والإشي اللي بيثقل على الورق وبعدها طبختهم لمدة تقريبا ساعة إلا 10 دقائق وكانت هاي النتيجة بنصحكم جد تجربوها لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك